اكد المتحدث باسم القوات المسلحة والامن العميد ركن شرف لقمان في متمره الصحفي ان استمرار العدوان واستمرار حصاره لشعب اليمني لن يثني او يضعف قوته بقدر ما يزيده تمسكا وتلاحما للحفاظ والذودي عن وطنه وسيادته خمسمائة وعشرون غارة نفذها العدوان السعودي خلال العشرة الايام الماضية استهدفت مناطق عدة من المحافظات سقط على اثرها عشرات الشهداء والجرحى من المواطنين هذا ما افصح عنه المتحدث باسم القوات المسلحة والامن المبينة مدى تخبط العدوان من خلال استمراره في قصف المدنيين العزل واستهداف القرى والارياف اليمنية والمنشآت العامة والخاصة الان اصبحوا لا يفرقون بين شيء متحرك وذهب اصبحوا يدمرون كل شيء في اليمن بخطة مدروسة ومحكمة انتهت البنية التحتية تقريبا هم قالوا انهم دمروا 95% او 80% حسب ما بيقولوا الا انهم دمروا كل شيء دمروا كل البناء لم يبكى الا الشعب الشعب اليمني هو صاحب التغيير هو الذي اوجد المنشآت وهو الذي بنا البناء التحتية وقدر ان يستعيد بمختلف الطرق وبالطرق التي يراها لقمان اكد في مؤتمره الصحفي ان العدوان السعودي يمارس افشع جرائمه بحق اليمنيين من حصار بري وبحري وجوي ومنعه دخول احتياجات المواطنين من مواد غذائية ومستلزمات طبية ومشتقات نفطية ما فاقم من الحياة المعيشية للمواطنين ما يتنافى مع القوانين الدولية سميت العملية باعادة الامل بعد ان انتهت عملية ما يسمى عصبة الحزم وهي عصبة الهدم والدمار والان يقولون اعادة الامل فرضوا حصارا بحريا وجويا وبريا منعوا كل مواد الاغاثة الطبية او الغذائية من الدخول منعوا تصدير النفط او الغاز منعوا كل شيء عن الشعب اليمني في حركة تجويع ممنهجة تجويع وتقتيل وهذا يعتبر دمار شامل لانهم يريدون للشعب اليمني ان يموت من الجوع وهذا شيء تنفيه وتعرضه كل الاعراف والقوانين الدولية العميد شرف وجه رسائل عداه الى الشعوب العربية والاسلامية وشعوب العالم اجمع مخصصا الشعب السعودي اولا بان يتصدى لما يتعرض له ابناء اليمن من عدوان همجيين وبربري من سلمان ونجله مؤكدا ان ما يحصل لن يؤثر في علاقة الشعبين الشقيقين اشكاءنا واخواننا في الشعب السعودي قلنا عدة مرات انه ليس بيننا وبينهم اي مشكلة وانهم مشكلتهم في النظام النظام الحاكم ونقول لهم الى متى ايها الاشكاء في الشعب السعودي تسكتون على ظلم هذا الحاكم وصلف ابنه وغروره الى اين يريدون ان يأخذوكم لماذا لا تتحركون انتم اصحاب الكلمة واصحاب الفاصل فالى مدى ستظلون ساكتين المتحدث باسم القوات المسلحة ولا من اكد ان العدوان السعودي استخدم اصلحة كيميائية محرمة دوليا مشيرا الى ما حصل في عطان من استخدام قنبلة عدها عسكريون في المرتبة الثانية بعد القنبلة النووية وما حصل بالامس من القاء قنبلة في السهورية على المواطنين في محافظة السعودي اصبحوا يستخدمون الان اسلحة مختلفة امريكا تصنع اسلحة جديدة ويتم تجربتها على ابناء شعب اليمني كما يجربوا الاسلحة الجديدة بالحراك الان يجربوا الاسلحة ما بعد الاسلحة الجديدة الاحداث يجربوا علينا كما حصل في عطان وكما حصل اول امس او امس في مناطق في السعودي اذ انهم لاول مرة يستخدمون قنابلة الفسفورية اعطت بقاع بيضاء على الارض لقمان كذب ما اورده رياض ياسين في مؤتمره الذي اظهر فيه دموع التماسيح على ما يحصل في عدن وما وصفها بالمحاولات للاستعطاف الخارجي في حين تنسى انه من يوقع ويحدد المواقع للعدوان السعودي ليتم قصفها مؤكدا ان ما بثه بالامس فاندت وسائل الاعلام من خلال بثها لتلك الجرائم وانها حدثت في دول عربية اخرى كسوريا وليبيا ومصر يحل هذه اليمن اليوم صنعها